سخونة شوية نبدأها بجريدة المغرب 2019 ما بعد التوريث الديمقراطي بدأ الآن هذا موجود في الآيون في جريدة المغرب في الافتتاحية الزيديا كريشان نلقا فيها لديتايل كل نبدأ معك منظر بذيافي البارح حكيت على نفس الموضوع معنا في برايم تايم وحتى في ميديماد البارح في كلم ويتقال بالفعل تقريبا حكينا في نفس الموضوع لحقيقة وإن كان يزم شوي تحفظ عدم التسرع ما حصل يوم السبت مهم ومهم جدا أعطى سبق ونقاط تم سجلها سيد رئيس الحكومة يوسف شاهد على خصومه نقصد هنا خصومه نداء تونس بقيادة حامف قائد السبسي وحتى رئيس الدولة سيد البنشي قائد السبسي هذا من جهة أخرى بدأت يوسف الشاهد يمسك بزمام الأمور ويبدو أنه يخططه جيدا لإفتكاك حركة نداء تونس والذهابها إلى الانتخابات منتاع 2019 وبالتالي تطوى بهذه السفة مرحلة قيادة حزب حركة نداء تونس من طرف السيد حافظ قائد السبسي خلينا باش نتعداول نفس الشكشوكة سيمون ذرا فأما نشوفه أنه مش نداء تونس كاوما صارت فيها الانقسامات وصارت فيها شوية مشاكل وتشانش انتظار الأشوات القادمة تحت قبة البرنامان حزب بمواقف ثابتة وأخرى تعيش هزات ارتدادية نمشيون هذه الموجودة في جريدة الصباح في جنرجة جريدة المغرب اللي موجود كريم لهلالي نائب بمجلس نواب الشعب عن أفاق تونس اللي يقول استقلتم من رئاسة المكتب السياسي لأفاق منذ الصبت الفارض والحزب يتلاشى بسرعة موجود في اللايين قرار مقاطعة الجلسة العامة تم دون استشارة نواب الكتلة وعريضة اللوم لا معنى لها العريض هذه اللي يوجهها المكتب السياسي أو مجهها الحزب لسي كريم لهلالي اللي يقول ما يعنينيش وذي يرد على تصريحات الريم محجوب زادة الريم محجوب اللي قالته أنه تصويت الهلالي مخالف لقرار الحزب متهمته إياه بالتهرب وعدم مواجهة بقية أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماعهم الأخير من وقت نهار الجمعة والحال أنها شوفها شوف الرد سيمون ذرا والحال أنها متغيبة عن المجلس وعن البلاد لأكثر من أسبوعين لتواجدها في ألمانيا في زيارة شخصية كما أنها ما كانتش حاضرة يوم التصويت في اجتماع المكتب السياسي للحزب شوف معناها ونصل أفاق تونس وذي يظهر لي طواب دات بين المشاكل اللي يكونوا نحكيوا لها في الوف ونقولوا فما مشكل في الحزب الفلاني فما مشكل يقولوا كلها ما فماش مشاكل من الحقيقة الثابتة واللي تفسر معناتها ضعف الحياة السياسية في بلادنا هي الأحزاب باستثناء حزب حركة النهضة اللي هو حزب عنده عقيدة خاصة عنده تنظيم خاص عنده تقاليد أخرى باستثناء هذا الحزب الذي حافظ على وحدته التنظيمية وعلى خطه السياسي بقية الأحزاب وكلها معناتها تعيش مشاكل وانقسامات كبيرة وانقسام يولد وانقسام ولعل ما حصل اليوم السبت فجر تقريبا الأحزاب كلها والذين الكتلة الكلها تفجرت وما ثماش انضباط لا معنى يا أمين للعمل الحزبي بدون انضباط الحزب فكرة الحزب كم يقول أنتونيو جرامشي من أحسن ما كتب حول الحزب حول عنده مقال ممتاز جدا يحدث فيها على الشروط التاريخية لبناء الحزب من بين الشروط التاريخية يحكي على الديمقراطية تسيير الديمقراطية داخل الحزب من بين الشروط التاريخية لبناء الحزب يقول ما قولت الانضباط هذه كلها لا ثم ديمقراطية في التسير لا ثم انضباط في التسير لا ثم حتى شيء للأسف الشديد أحزاب هي على ملك صاحب البتيندة كما قال سيناجي جلول يقول أنا حزب ولد مو صاحب البتيندة ذاك هو معناتها اللي يملك الرخصة هو اللي يملك الحزب ولذلك عاننا في تونس أحزاب معناتها تتسمى باسمها حزب ناشيبي الشابي حزب حمال همامي حزب ولد الباشي حزب معناتها حزب عائلات معناها باتي ذاتة تعالى وافيق مثلا على افاق أنا دائما لحقيقة مراشوا حزب أنا راه كلوب نادي امتهاج معا يعملوا في شيخها يقعدوا شوية هيكاية حالفها مالحافظة ما روى عند النادي اللي تحكي عليه هذيرا ودخل الانتخابات وعندوا نواب متاعه يعني يقول كجستما حالفها مالحافظة ستن كون كور دو سركونسطانس وأعني ما أقول كون كور دو سركونسطانس جابوا ستة نواب ولا سبع نواب في الانتخابات اللي جاية وحالفهم الحظ أيضا في النظام الانتخابي الأحزاء النواب طلعت بالفواضل متعرف في النظام الانتخابي ما ننخلوش في التفاصيل متاعه لو نذهب إلى نظام انتخابي آخر ما تلقى همش حاضنين في المشهد لا الحزبي ولا البرلماني على كل احنا خلينا نكملوا معناتها في ردود الأفعال وأهم العنوين اللي موجودة الصحافة اللي هذول اللي اختارت عنوان في الصفحة الخامسة هو كموجود اللوتا كريتوسي منظر قال لك نداء يناور والحسن بيد رئيس الجمهورية بعد من حقيقة له وزير الداخلي معناتها كأنه العنوين اللي يعزه في النداء يعز فيه معناتها هنا مش في باله صديقي الكاتب المقال أنه النداء يناور النداء التفكك منذ فترة معناتها يهزله في المورال بالتونسي النداء حزب تفكك وتلاشى وانقسمه ومشى لقشة في لقشة هذه حقيقة وعلى النداء يدين أنه يقروا بها وإعادة ترميم هذا الحزب وإعادة بنائه من جديد في صراحة مهمة صعبة وصعبة ستون ميسيون في تقديري إلا إذا معناتها مؤتمر حزب عاجز من عام 2012 على أنه يعمل مؤتمر حزب يسير معناتها بطريقة اعتباطية بطريقة شخصية جدا الحقيقة قبل لكم نحكو على الشروط التاريخية هذي عنده لا شروط تاريخية ولا شروط جغرافية حاجة شكشوكة تونسية استثنائية الحقيقة أختم بكلمة واحدة أن حزب نيدا تونس بالقيادة انتاعه الحالية وبالتركيبة انتاعه الحالية غير قادر أن يستمر ولا خلينا نكملوا الأهم العنوين الأخرى في نفس الموضوع نفس الجريدة الصحفة في الآيون زادة في كلمة رئيس الحكومة أمام نواب الشعب التبشير بتحصن المؤشرات يعمق أزمة الثقة كيف كيف جريدة الشروق حكيت على الموضوع هذا أنه في عنوان في الآيون الحكومة أمام امتحان التحوير الوزاري بعد أن كسبت معركة منحة ثقة لوزيرة الداخلية احنا قبل قلنا سياسيين رئيس الحكومة سيد يوسف الشهد كسبني قادر ما فيهش كلام لكن التحدي الأكبر أمام يوسف الشهد هو من هنا لأكتوبر كيف يتصرف مع أوضاع البلاد المتفجرة نقصد أوضاع البلاد المتفجرة على المستوى الحياة المعيشية على مستوى غلال أسعار على مستوى بلاد ما فيهش أكثر من مئتين نوع كنت نقرة في تحقيق طوى متاع دواء عندها مصيبة كباشرة على مستوى الشح الموارد المائية على مستوى تحقيق انتظارات الناس السياسة الناس يحبوا باش يصوتوا لك يزم يكون تحقيق مطالب انتظارات الناس لحقيقة حكومة يوسف الشهد ويوسف الشهد تواجه معانتها معارك كبيرة وكبيرة جدا اختنى من الجانب السياسي إنما الجانب الاستحقاق المجتمعي كيف سيواجه الشهد وحكومته معانتها استحقاقات صعبة وصعبة جدا وهناك قال وبشيذهب إلى تحويل ريسالي لحقيقة يوسف الشهد مطالب بالترميم حكومتي معانتها وبناس كفاءات قادرة على مجابات الكوارثة تعيش فيها البلاد على كل هذي هن نستناول هي متقاد ما كيفش بش تكون لحكاية الصباحة في نفس الموضوع تزمت الصمت هل كسب الشهد ود المنظمة الشغيلة تتساءل هوني والمغرب في نفس الموضوع استحوذة وين آلها ورغم التصويت على منح الثقة لوزيرة داخلية تحت شغل ما زال يتمسك بتغيير الحكومة ويؤكد أنه عناصر فشلها ما زالت قائمة إلى اليوم نكملوا بالموضوع هذي وكملنا يظهر لي إخدار هذا الموضوع هذي ولم زال عندك متعلق على اتحاد الشغل اتحاد الشغل أنا في تقديري اتحاد الشغل هو في نفسه تواجه تحديات كبيرة العمل النقابي في تونس بالتريقة القديمة الحقيقة التي تعرفنا عليها في السنوات الأخيرة ما عاشي ناشي ما يستمر ثم بارشة اتحاد الشغل هو في نفسه مطالب بترميم سورته بارشة توانسة متغاشرين الاتحاد شغل وبارشة توانسة سمحنا وبرشة توانسة يحملوا اتحاد الشغل مسؤولية مثلا تعطل العمل مسؤولية معنتها ارهاق المؤسسات بألاف انتدابها معنتها وليدرجها أنها بركت الحقيقة العمل النقابي في حاجة هي لتطوير في بلادنا ومن ذلك مثلا أنه تدخل المباشر في الشأن السياسي معنتها أضر زادة بسورة الاتحاد العمل التونسي لشغل أنا منذ يومين أمين تم الإعلان من طرف حتى النقابات النقل على أنه مش يعملوا إضراب عام بيومين واحد واثنين في كل المطارات التونسية تعرف ردود الأفعال كانت سلبية جدا من طرف التونسة كل يقول لك يجيني في طنبك الموسم السياحي في طنبك الموسم عودة تونسة المهاجرين البرى ويجي يحب يربك المطارات وسكروا إذن على المنظمة النقابية أن تتفاعل جيدا مع الواقع وأن تعيد قراءة المشهد وأن تعيد أهم شيء مراجعة آلية العمل النقابي في القرن الواحد والعشرين وفي نظام سياسي ونظام اقتصادي ليبرالي عبلا كله هو روى الكلام متاعك فيه فيه ففما يقول لي هو يشترك معه برشا ويبرتجي معك برشا الكلم هذا في المقابل يقول لك إذا ما فهمش القيادة النقابية راهو تتعدى مثلا الأضرب هذية يقول لك إخوي أنا قاعد على روح يوم يجيبوني يستدعوني يجي يدخل معي في وثيقة كرتاج ما نجمش نحكم من غير الاتحاد ما نجمش نتنافس من غير الاتحاد ما نجمش يقول لك شو نعمل معناه شوف أمين أنا ما قلش الاتحاد ينسى حب الحياب بل الاتحاد العام تونسي للشغل والمنظمات اليوتيكا وغيره والاتحاد الفلاحيين والاتحاد المرأة هذي منظمات تبنتع لها المماثل السياسية في بلادنا النظام السياسي بكله هم عرص من عرصنا النظام السياسي مش مش نطيحوها كم كنا نحقو على الأحزان لكن كل واحد يعمل دوره إحنا مشكلتنا في تونس كل واحد يقوم بدوره أنا أعتبر مثلا خطأ كبير الذي أخدم السيد عليها السيدة الرئيسة الباجي لما عاية الاتحاد العام تونسي للشغل وقال ما نجم مش نحكم إلا بيك خطأ حشره في زاوية معانتها مش نتيعه وخطأ كبير جدا لما الأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل سينوتيين طبو يستأسد ويعمل خطوط حمراء ويدخل في النظام السياسي وطيح الحكومة ومطيحش الحكومة مش دورك أنا قطيح الحكومة تقوم بدورك الاجتماع والسياسي لكن إذا ما أراد الاتحاد العام تونسي للشغل يعني يقوم بدور سياسي كما يقولوا الصرف فليذهب إلى تأسيس حزب ويعمل حزب العمال مثلا ويمارس السياسة وهنا ليس فيه رو تجنية شو أقول فيها أمين برب أختم بك كلمة واحدة باش يسمع فينا رو ما تماش قدوسية لحتى حزب لحتى منظمة القدوسية هي بأن كل واحد يقوم بدوره ويحترم دوره ويكون فاعل في دوره بالتالي ليس لا الاتحاد لا الأحزاب فوق النقد الناس الكل ننقضوها بشكل مهني وموضوعي ما نتعاملوش معها بقدوسية رائب الاتحاد العام تونسي للشغل باشا ناس يقول لك لا ندور وعندور وطني ومهم جدا وكل شغل يقوم بدوره لكن مش ننقضو دور لاتحاد عام تونسي للشغل يخرجونا يقول لكم مع الشاهد ولا مع الباجي ولا كم تحبوا تعملونا مدر شنون هاي دي ما نخرجوش منه ولو بار جزايا احنا لا نمتع الشاهد لا نمتع الباجي امتع نقوم ويدورنا بستة موضوعية وهذا دور الصحافة الحرة على كل احنا بش نكملو مختلف الموضوع المطروحة في صحفتنا التونسية كيف زادة بش نعملو نطلع على رقم جديد للليديوز اللي بالفرنسية نتقل اليوم اللي مزيد كيف جيت نتقل عليها طالع زادة بعض الفاصل نواصل